بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بإذن الله هنتكلم عن وكنا الأسبوع الفات بدأنا نتكلم عن وخلصنا الحمد لله المرة اللي فاتت والمحاضرة دي محاضرة معادة كانت قالت قبل كده بس العلاقة بينها وبين المحاضرة بتاعة الأسبوع الفات بتاعة ومحاضرة الأسبوع اللي جاءة ان شاء الله هي محاضرة مهمة جدا والصور اللي أنا بعرضها دي دي أنا جايبها من الواطس من جروب الواطس بتاع الزمالة دي حالة كنا عرضناها في شهر 11 اللي فات الحالة فيها سيست كبيرة قوي والبيشنت حاجة وتمين سنة والشكوى بتاعته فعرضناها وشوفنا رأي الدكتور ناصر فإبراهيم حنة تاتب في الأشعة إن هي فاختلفنا على الجروب والناس اعترضت ليه قال تو اف ما هي تو بس يعني تبقى تو بس ليه تو اف والدكتور ناصر الوافق الكلام ده قالك إنها مش مسألة لأن تو اف لازم بيبقى في الوطب وتتابع إنما تو وهيباني الوقت أما نتكلم في البوزنياك ان البوزنياك تو أنت ما بتعملوش حاجة ولا بتتابعه إنما تو اف لازم بتتابعه وتعده الأشعة كل 6 شهور أو كل 6 شهور فده الكلام اللي تقال على الجروب كلام ده كان في شهر 11 اللي فات وكان آخر حاجة إن هو العين ده فوله قبل ومش نعمل له حاجة آآ وطالما ما فيش كومبيلينت عشان اللي إيه بتاع البش فده الموضوع بتاعنا النهار ده بقى إن شاء الله اللي هو الرينال آآ سيستيك ديزيز آآ وطبعا المحاضرة مهمة جدا والرينال سيستم من أكثر الحاجات اللي بيشوفها في الشغل بتاعنا وآآ ومن الحالات اللي دايما بيبقى فيها كلام يعني آآ في رقم هقوله لك إن الرينال سيست السيمبل رينال سيست طبعا الأنواع الرينال سيست كتير السيمبل رينال سيست آآ بيمثل سبعين في المية من البنائل آآ رينال ليجنز فرقم كبير قوي وحاجة بنشوفها وكتير قوي يجي لك عيان في سيست ويقول لك السيست دا عمل فيها آآ وآآ أول ما تقول عندك كيس مية يخاف آآ فسيمبل رينال سيست حاجة متشار جدا مشوفها كتير في اللي هي في الشغل فده أول حاجة اللي هي سيمبل رينال سيست بعد كده السيست فيه أنواع من الدزيز بيبقى السيست مرتبطة فيها بالآآ برضو بنشوف الأطفال وهنتكلم عنه كلمتين في أسناء الكلام بعد كده الاجينيتيك أو الانهيريتد رينال سيستيك ديزيز برضو هنتكلم عنها والمضالة بيسبونج كيدني وبعد كده الرينال سيناس سيست اللي هي البرابيلفك والبرفيلفك برضو هاتيج في أسناء الكلام وطبعا من الحاجات المهمة اللي قبل ما نبدأ نخش في تفاصيل المحاضرة إن فيه حاجات ترمز كلمات معينة بنقولها في آآ في بتوع الأشياء عن كلمة مثلا هوموجينوس وهتروجينوس هوموجينوس يعني إيه؟ هومو يعني واحد حاجة واحدة هوموجينوس يعني حاجة متجانسة إما إنه هو كل الستروجينوس أو الماس دي صولد بيور صولد أو بيور سيستيك فيها فليود واخدة لون واحد أو اخدة شكل واحد فده معنى كلمة إيه؟ هوموجينوس أو متجانس فيه بقى الهتروجينوس هترو يعني غير متجانس إنك تلاقي إيه؟ حتة صولد في وسط حتة سيستيك أو تلاقي ملطبو صولد أرياس في وسط حتة سيستيك أو صولد في وسط حتة سيستيك فالهتروجينوس دي كلمة من إيه الخلمات اللي بتيجي في أثناء إيه الكلام برضو في كلمة إيكوجينسيتي إيكوجينوس دي كلمة أخدأ جاجبينها من كلمة إيكو إيكو اللي هو الصوت الإيكوجينوسيتي دي حاجة خاصة بالإيه بالألترا ساون الألترا ساون بيعتمد على الإيكو السونار المواتي الفوق الصوتية فالإيكوجينوسيتي دي إما إنها تبقى أن إيكووك أو آيزو أو هيبو أو هايبا طبعاً إحنا الزيarkan Gaming في السونار هو الأيه؟ هو المي يعني السونار بنعتبر أن الزيور الصفر بتاعنا في السونار هو الايه هو المياه ده الان ايكوك الاعلى منه هيبر ايكوك والاقال منه هيبر ايكوك الايزو اما بتكون بتقول ان الايزو شبه في الايكوجينيسيتي بتقول مثلا الماس ديت الايكوجينيسي بتاعتها قريبة من الايه شبه الايكوجينيسي بتاعت الايه بتاعت الكيدني ايزو ايكوك فده كلمة ايكوك برضو في كلمة تانية برضو بنستخدمها برضو كتير في ما بنجل نتكلم على في الكلمة الكسافة ودينسيتي دي فيه واحد عبقار يخترع الهاوسين فيلد ديونتس دي إن كل حاجة في الجسم لها إيه ومش زي الصنار بنقول هايبو هايبر لا ده احنا هنا بديرك رقم يعني المية لها رقم الفات له رقم بتبقى بالسالم البون له رقم اللي ستون بتاعنا بنقول ده هي ستون دينسيتي قليلة ولا كبيرة مية ولا ميتين ولا تلتمية ولا ألف ومية واللي ألف وخمسمية حسب حسب الدينسيتي بتاعت فبرضو كلمة الدينسيتي برضو كلمة مهمة برضو وبتفرق معنا في التشخيص بتاعنا برضو من الكلمات اللي هنشرحها بالتفصيل في أثناء المحاضرة كلمة وهنشرحها وهنقول التعريف بتاعها برضو وده موضوع مهم جدا وهنشرحها في أثناء الكلام هنبدأ بقى في السيمبل سيست طبعا قلنا ان هي سبعين في المية من بناين رينال ليجنز وكورتيكل سترو كالرد سترو كالرد يعني ايه لون القاش يعني فاتح كده لون القاش غالبا نتبقى ومستقوم الادلت رينال ماز اه طبعا ما حدش عاد بستعمل عشان يشخص الرينالسيست الرينالسيست بنشخاصها قولينا بالصنار يعني ايه يعني مفيش وقلنا ان هي ايه بتاعتها اقرب حاجة للايه للمية يعني شبه المية بالظبط اللي هي اللون لسود بتاع اللي ايه بتاع اللي شوفها في الصنار كده اللي هو بتشوفها ما تحط البروب على اللي ايه على البلدر اللي هو المنزر بتاع المية بتاع اللي في البلدر فده الآن ايكو ثين سموس وول وفيه ترانسيميشن للإيه للإيكو طبعا الستيتي والإمار آي بيأكدهم برضو المعلومة المهمة اللي لازم تعرفها في السيمبل سيست ان هي اقل من عشرة هاوسينفيلد يونيس قلنا الوقت دينسيتي من إسهب الايه بالهاوسينفيلد يونيس فهي اقل من عشرة يعني قريبة بالمية فشوف في الصورة اللي فوق خالص شاف الدينسي بتاعتها ايه فتحة وقريبة بالمية ولو عاوش تتأكد ان هي قريبة بالمية بتشوف حاجة أورجن تاني في الجسم في مية احنا الأورجن بتاعنا اللي في المية البلدر فتلاقي نفس اللون بتاع اللي ايه بتاع الدينسيتي بتاعت اليورين اللي في البلدر فبتشيك هاوسينفيلد يونيس في أزر ووتر اللي هو ايه البلدر ثين سموس وول هوموجينس لكلمة هوموجينس ذات المحاضرة هوموجينس يعني ايه متجامس مفيش فيها ايه 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 حاجات غريبة اللي فيها انترمن ايكوز ولا فيها ديبرس ولا فيها سبتيشن ونو انهانس منت مهم جدا كلمة نو انهانس منت سيمبل سيس دي ما بتبقاش انهانس ده ما بتدي سابقة للعيان بتفضل زي ما هي وليه ما ار اي اه مفضل عشان بالسيس في الووتر اه برضو اه جملة اللي ما قولها تحت ده مهمة اول يقول لك لو انت لقيت التلات حاجات دولت ما انتاش محتاج تعمل حاجة تانية العيان اه ما انفعش عيان اعمل له سيت هي عشان لقيت الوول بتاعها وفيها بستور اكوستيك انهانس منت خلاص ما تعملش اللي عند حاجة تانية خلاص مش محتاج تعمل له اي حاجة تانية اه دي صورة فيها برضو بتاعتها قريبة الووتر قلي من عشرة ممكن تقسها بتاع السيتي يقسها لك وده اللي هو البوزنياك وان وهنتكلم بعد كده عن البوزنياك بالتفصيل خلصنا كده السيمبل سيست في حاجة اسمها الكمبيليكيتي السيست لا السيست تبدأ يظهر فيها جواها اه اه او دي معنى كده انه يمكن تبقى او الكمبيليكيتي سيست يكون فيها سيبتيشن يكون فيها مثلا بلد يكون فيها بص يكون بتاعتها تزيد عن العشرة احنا قلنا ان اللي قال من عشرة دي سيمبل سيست قريبة للايه للمية لا ده بدأت تزيد عن العشرة هنبدأ نخش في كاتوجري تانية اللي هي الكاتوجري بتاعت البوزنياك تو اللي هو اللي هو بتاعها اه بدأ يبقى سيك شوية فيها سيبتيشن ديبريس او وهنتكلم عن كده عن البوزنياك دي صور فيها السيمبل سيست بدأت اللي ايه شايف دين سيتي معالش ايه اه فتحة زي التانية اللي هي قريبة لما يلا بدأت تقرب من الدين سيست بتاعت بتاعت الكدني نفسها فدي ممكن تبقى ايزو دينس للي ايه للكدني بقولك ان دي هموراجيك سيست دي ده تعمل له جراحة وشاله السيست دي اللي هو هي ايه هموراجيك سيست دي كمبليكاتي السيست اللي هي جزنياك دو الهايبر دينس تووتر أو كدني اه لو اه ممكن تبقى ايزو دينس للكدني او هيبو دينس للي ايه للكدني السونار خمسين في المائة ببير سيستيك وبيقى فيها الايكوز يعني في قلبها بتلاقي حاجات كده او ديبرس دايما اما يبقى فيه يوري انفكتد في البلادر تلاقي بتاع السونار كتب لك ايه ديبرس كلمة ديبرس يعني معنى ان فيه مش بيورين مش مية لا ده فيها ايه تهباص او فيها اه او كلوت او الحاجات دي السيتي كريتيريا اقل من ثلاثة سنتي وخلي بالك الرقم ثلاثة ده مهم قوي عاوزك تحفظه لان زمان كان فيه حاجات اسم هارون وفسري كان زمان اي ماس في الكدني اقل من ثلاثة اعتبرها ايه بنايل والاي ماس ثلاثة او اكتر من ثلاثة لان عملوا ابحاث لقل ان غالبية المالجنان تماسيس بتبقى اكتر من ايه ثلاثة سنتي لذلك واحنا بعد كده هنتكلم في البوزنياك هنقول البوزنياك تو اف هنقول البوزنياك فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة هنقول ان الاثنين فيه اثنين وفيه اثنين اف هيفرق الاثنين اف عن الاثنين بايه هيقولك ان الاثنين اثنين من غير اف اقل من ثلاثة سنتي التو اف 3 سنتي أو أكثر من 3 سنتي فالرول بتاع 3 اللي كانوا بيقولوا زمان إن غالبا الماسي اللي أقل من 3 سنتي غالبا هتكون إيه إنما الثلاثة سنتي فلذلك الهايبر دينس اللي هي البوزن يكتو أقل من 3 سنتي الرول بتاعها سموس ونو انهانسمنت إوعى تجي في بوزن يكتو أو في هيبر دينس تقول لي ده فيها انهانسمنت انهانسمنت ديها 3 أو 4 أو على استحياء ممكن التوقف يبقى فيها إيه هتكرر تاني كلمة انهانسمنت في المحاضرة هنقولها كتير لغاية ما إيه ما نعرف يعني إيه انهانسمنت يبقى دي الهايبر دينس سيست أكتر من خمسين من خمسين سبعين بس إيه ما وصلتش للإيه للدينس العالية أيزو دينس للكيدني أو هايبو دينس للكيدني بس ما فيهاش لإنهانسمنت ولا فيها والصائز بتاعها أقل من 3 سنتي ده برضو هايبر دينس سيست موجودة في الكيدني بيقول لك لازم تميزها من رينالدس الكارسينومة لو وصلت للتلاتة ونصف سنتي أو أكثر من تلاتة هنقول توقف ونبدأ نفكر في إيه إن هي مش تو ممكن توقف لو مش أخضر الكرياتية بتاعة التوقف ممكن نبدأ نطلع على التوقف وتبدأ تحتاج فولو أب وممكن تبقى إيه تيرن مليجنم تبقى دي كده فبرضو خلي بالك من هايبر دينس سيست محتاجة فولو أب عن عن السيمبل رينالدس سيست ده برضو بلخص لك الكمبيليكس رينالدس سيست ولكن خمسة العشرة في المية من أول رينالدس سيست أرنوت سيمبل الأغلبية بيبقى سيمبل بس نسبة منهم بتبقى كومبيليكس سيست وممكن نسبة من الكمبيليكس سيست ديات بتاعة بروفة بيت يومرز لترون الوال بتاع سيك سيبتيشن الكلاسيفيكيشن الهي اتنواشن الهانسمنت ده بيبقى ميني مال في التو اف طبعا السريو الفور ده انهانسد انهانسد الوزنك بعد كان ما تكلم عنه بتفصيل السريو الفور لازم فيهم كلمة انهانسمنت دي انما الوان والتو مفيش انهانسمنت انما بنقول الانهانسمنت على استحياء قوي بنقول في التو اف فيها ميني مال انهانسمنت مين كوزيس او سيست جرينال سي برضو ميني مال كومبيليكيتد شافي انت ايه في الصورة اللي على الشمال فيها الصورة اللي على يمين ده فيها ايه فيها ارتفاكت فروم سيبتيشن. برضو سؤال برضو بتفرق لك ما بين السيمبل او هي فيها سين سيبتيشن. عفطال في خالص فيها سيك سيبتيشن وفين هنصمين. فدي ماشي مع السري. وهنتكلم عنها بتفصيل. البوزنياك بقى اللي انا ده وشكو بيه من اول الكلام. ايه البوزنياك ده? ده كلاسيفكيشن عملوه عشان ايه? يبدأهم يفرقوا. السيمبل من الماليجنانت سيست اللي هي الاربعة. اللي هي البوزنياك فور. من الحاجات اللي هي ايه كوير اللي هي في النص التو والايه والتو اف والسري. فمن بوزنياك بوزنياك ده راجل بتاع راديولوجي اه اخترع الايه الكلاسيفكيشن ده. اه سنة تلاتة وتمانين بدأهم ايه يستخدموا السيتي. بدأهم سنة ستة وتمانين يتكلموا عن البوزنياك ده. اول ما بدأوا يستخدموا سنة ستة وتمانين واستخدموا الايه? السيتي سكان فايندي. البوزنياك في البداية كان اربعة ككاتيجوريز باس. كان واحد واثنين وتلاتة واربعة. بعد كلا لقوا ان هم محتاجين يضيفهم البوزنياك تو اف. وهقولك ليه ضفوا للبوزنياك تو اف? والبوزنياك ده هيوريك حاجة مهمة قوي. ان فيه حاجتين واضحين مش محتاجين كلام. البوزنياك وان والبوزنياك ايه? فور. بوزنياك وان ده ايه? في نهاية الاسبكترم حاجة ما فيهاش حاجة خالص. سيمبل سيست سين وال ما فيهاش اه انترنال اكوز ولا سبتيشن ولا فيها ما فيهاش حاجة خالص. ماسح كده. ودي بوزنياك وان ودي ما حدش ما حدش بيختلف هي هلها تعمله حاجة ولا محتاج ابسجن ولا محتاج اي حاجة. خلاص شخصت. بوزنياك وان خلاص بتعمله حاجة. وفي نهاية الاسبكترم بقل هي قال ايه? المالجنانتي سيست والمالجنانتي ليجن اللي هي فيها كلها حاجة ينهانس من. فيها 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 سيكي فيها اللي فيها صوف تيشو. وصوف تيش ده فدول نهاية website اللي اصاويضهم. المشكلة بتبقى في ايه? في الاثنين والثلاثة. الاثنين وجاء بعد كده التوقف وهقولك في الإصلاد اللي بعد كده قالوا التوقف ليه طلعت التوقف عشان لقوا إن فيه ليجنز مش عارفون يحطوها لا معاً الاتنين ولا معاً التلاتة يعني هي فيها بس زيادة شوية فيها الصيز بتاعها تلاتة أو أكثر من تلاتة لقوا ممكن يكون فيها وفي نفس الوقت مش واخدة شكل السري بتلاقي الانهانس منت واضح قوي فالتوقف دي لا هي ماشي مع الاتنين فقال لك خلاص هنعمل التوقف التوقف ده يفرق عن الاتنين الاتنين ده أنا مش هعمله في القاب إنما التوقف ده لازم أتابعه فده اللي خلوهم معي سنة تتاتة وتسعين بدأوا مزودوا في الآيه في البوزنياك التوقف وده الجدول اللي شريح لك فوق خالص ما فياش حاج خالص ودينست بتاعتها ماشي مع المية أقل من عشرة ونق انهانس منت زي الشعرية كده الول بتاعها وواضح أو الول بتاعها وما فياش اي حاجة لصليت واربعة ده الي هي الماليجن ايه زي أقولك الاتنين في نهاية لسبكتر مواضحين او الي هو الواحد والي اربعة اربعة ده ايه ماليجن وفيها صفت تيشو قول فيها كل حاجة قول فيها والسيك وال وجه Lonning مشكلة في الاحاجات اللي في النص اتنين اللي هي الهايبردينس اللي هي من سبعين هو أكتر من خمسين لسبعين أو لتسعين اللي هي أعلى من المية واللي هي ممكن تبقى أو فيها أو فيها بص بتلاقي الول بتاعها فيها وقلم تلاتة سمتي ونوء انهانس من ما فيش انهانس منت في ايه في اتنين التلاتة ايه اللي قلنا اللي فيها المشكلة ان هي بدأت تزيد شوي عن ايه عن اتنين ومينمال انهانس منت وقلنا لك الول بتاع التلاتة ان هي أكتر من أو تساوي ثلاثة سنتي وده اللي خلنا ايه عملنا التوقف التلاتة بقى ايه تفرق ايه عن التوقف ان الول بتاعها سيك استبتيشنز بتاعها سيك وفيها تلسيفيكيشن وفيها انهانس منت طيب هتقول لي ان التلاتة واللي اربعة شبه بعبلها هقولك ان التلاتة المفياش صوف تتيشو كومبونت وان التلاتة ميلة اكتر للايه الجزء السيستيك اللي فيها كتير صوف تتيشو او صوف تتيشو او صوف تتيشو لو هدبان في الايه في الصور دي هتوضح لك الموضوع قوي واحد واربعة مش هنختلف فيهم واحد سيمبل سيست فاش حاجة خالص وده زيرو ماليجنسي لا بتعمل فوروب ولا بتعمل حاجة الاربعة مية في المية ماليجنس دي فيها صوف تتيشو انهانسنج سيك وول و سيك سيبتيشن فيها كل حاجة التو بقى هتلاقي الايه السين سيبتيشنز الوول بقى سيك شوية وفيها ايه الدبريس ما فيهاش برضو ما فيهاش انهانسمنت التو اقف بقى هي اللي ايه نعملت كلام تاني السيبتيشنز السين بدأت تزيد شوية ممكن نلاقي فهم منها الانهانسمنت وكالسيفيكيشن السري بتفرق عن الاربعة ان الاربعة قلنا ايه فيها سوفت انهانسنج سوفت تتيشو والتلاتة سيستيك اكتر من الاربعة هم اللي اتنين هعملهم اكسيجن تلاتة واربعة دولة ايه هعملهم اكسيجن وفيه كلمة برضو هتخليك تفرق ما بين الواحد واتنين والتلاتة واحد واتنين دول في كافة والتلاتة واربعة دول في كافة تاني واحد واتنين دولة ايه مش هعملهم حاجة خالص انما توقفها تبيعها بس انما التلاتة واربعة دولة رغم من التلاتة دي تلاتة وتلاتين في المية هي رقم خمسة في المية ده مصحة صحة ان هي ايه تلاتة وتلاتين في المية مالجنا? اه تلاتة واربعة دولة هنعملهم هشيلهم. عشان نسبة كبيرة من من التلاتة دي بتبقى ايه مالجنا? والصورة اللي بعد كده هتوضح لك برضو. الواحد والاربعة واضحين قوي. المشكلة في ايه الاتنين في اتنين ايه زيادة او زادت شوية. من المال انهانس منت. زادت شوية. التلاتة واضحة قوي ان هي اه سيك سيبتيشنز وفيها انهانس منت. خلي بالك انهانس منت موجود في الايه? في التلاتة والاربعة بس. وموجود على استحياء في التوقف منمال انهانس منت. اللي برضو الكلام تاني واحد واثنين اجنور ما فيش تعملهم حاجة. التوقف فول اوب والتلاتة والاربعة اكسيجن. والنفس الكلام اللي هو ايه مشروح فيه. اه كلمة انهانس منت قلناها كثيرة قوي. انهانس منت بالعربي يعني توضيح او تحسين او تحفيز. يعني بتوضح فرق ما بين حاجة او حاجة. بتوضح او بتبين او بتضيها تتبينوا الاشياء او ما يبقى حاجتين اما حاجة لون مختلف عن اللون التاني فبيباني الفرق. وبيستخدموها عشان يفرقوا مسلا تو نورمل تيشوز. يعني مش شرط ان يتبقى الانهانس منت ده في ماليجننت يعني لها كزا استخدام منها انك بتدي سبغة عشان تبقى 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 الكاليسيال السيستم عن الايه عن البقات الكدنبارين كمان. والاستخدام الاكتر ان بتدي داي بتدي سبغة عشان تايه انهانس الابنورمال جروس. معروف ان اللي زي ما قلنا المرة اللي فاتت انه بفيه ابنورمال فسكولاريزيشن. نيو فسكولاريزيشن. وابنورمال بلاد فيزل في النورمال رينال تيشوز. فكلمة انهانس منت يعني تحفيز او توضيح ري انفورس بالانجليز ري انفورس. في ندا وفرق ما بين الايه. النورمال رينال تيشوز والماليجننت باني احنا دي سبغة فتاخد الايه فيها ابنورمال فتاخد السبغة زيادة عن الايه. عن النورمال رينال تيشوز. ده بالنسبة القل aka لكلمة الانهانس منت. وده برضو ايه البوزنياك الوان بناين والتو الاتنين بناين مش عملهم حاجة توقف ده اللي هعمله فوله اب التلاتة ده تلاتة وتبديد في المية بيبقى ماليجنان والاربعة ده دي في نتلي تسعين في المية او مية في المية ايه ماليجنان اه ده صورة البوزنياك وان اللي هي ايه سيمبل اه رينالسيست اللي هي أقل من عشرة ده بوزنياك تو بدأت الدين ستاعتها تعالى شوية قلنا خمسين سبعين الدين ستاعت وبدأ فيها سين سبتيشنز توقف هي زي التو بس ايه الفرق ان ايه فيها مينما الانهانس منت اكتر من تلاتة سنطي مش هنعيد الكلام بتاعنا اللي قلناه تاني وده البوزنياك سريه سبتيشنز اكتر سيك سبتيشنز الول بتاعها سيك بالاضافة ان هي ايه بتبقى انهانس انج سريه فيها انهانس منت دي برضو سريه فيها سيك نوديول وفيها الول بتاعها سيك الوزنياك سريه برضو فيها سيك سبتيشنز وسيك وال وبقى فيها انهانس منت الاربع طبعا السوفت تيشوز اكتر من السيستيك بارتس وبقى فيها انهانس منت برضو دي صورة تانية التراساوند بوزنيك فور باين قوي الهتروجينيزيست اللي قلت لك في الاول خالص ان سيمبل سيست اذا هوموجينوس ليجن فيها هوموجينيزيست دي حاجة متجانسة النمال الاربعة صفت تشوف وسط سيستيك ارياز وبتبقى انهانسين وده سيستيك رينال سيل كارسينوما برضو دي فيها صفت نوديول في وسط الليجن فده برضو ماشي مع ايه وده لازم تعمل لها اكسيجن اللي برضو تلخص للكلام اللي تقال هنبدأ نخش في موضوع تاني اللي هو العلاقة السيست بالكنسر في سري مين ارياز بنتكلم فيهم علاقة السيست بالكنسر اول حاجة الاكوايرد سيستي كيدني ديزيز اللي هو مرتبط برينال فيليار والدياليسيز تاني حاجة تيوبرس سكيليروزيز تالت حاجة الفون هيبل اللي انداء وده كلمنا عنه المرة فاتفة بحضرة اول حاجة الاكوايرد سيستي كرينال ديزيز وده مرتبط بالاعيان اللي عنده رينال فيليار بقولك خمسين في المية بعد خمس سنين بيبدأ يظهر السيستيك ديزيز ده وبيبقى بيلاترال وتبقى الكيدني أطروفك يعني اتفرق ده عن الايه عن اللي هو بيبقى الجينياتيك ديزيز اللي في الاوتوسومال الجينياتيك بتلاقي الكيدني كبيرة تلاقي الكيدني لارج إنما في دعيان رينال فيليار فابتال كيدني ايه أطروفك سيستيك بس أطروفك والاكوايرد ده بيدفيلوب في نسبة منه بيدفيلوب رينال سيكارسونومة وكنا عرضنا حالة على الجروب فحد دخل سؤال سؤال قال لك ايه ايه الديزيز المستو كومون كانسر مع مع الكوروني كيدني ديزيز طبعا رينال سيكارسونوم اللي بيظهر فيه الأكواير سيستيك رينال ديزيز وبيظهر معاه في الاسم من الحالات بيظهر الريينال سيكارسونومة فده الأكواير سيستيك رينال ديزيز عشان يفرقه مهم جدا لإن في بتلاقي نفس الشكل بتاع بتاع البوليسيستيك كيدني اللي هي الجينيتك بتلاقي تقريبا نفس المنظر بس الكيدني دي صغيرة والتانية كبيرة الكيدني بتاعت الأكوايرد ده بيبقى أطروف الكيدني الهيسوري بتاعه واضح انه وبعدين الأكوايرد ده قصدي اللي هو البوليسيستيك كيدني اللي هو الأكوايرد ده نيفر انه هو يديفولوب كانسر انما ده بيديفولوب في نسبة من حالات رينال سيكارسونومة وده الصورة اللي تحت هيبين اللي البوليسيستيك باترن شبه البوليسيستيك كيدني وبتبقى الكيدني أطروف كتبقى الكيدني زغيرة وبيقولك انه في أول سطح بيقولك انه بيبقى ميميك بوليسيستيك كيدني وهيظهر في لما جبك الأشعاء بتاعت البوليسيستيك كيدني هتلاقي فيه تشبه تبير جدا بين بينهم في الأشعاء الايه تيوبرسكلوروزيس ده ده جينيتيك ديزيز بيبقى فيه رينال منفستيشنز اما ان تكون فصولة سيست في نسبة 15-15% من الحالات او الانجيوميولايبومة وده في 8% من الحالات يعني في 8% من الحالات بتاعة التيوبرسكلوروزيس بيبقى معها ايه انجيوميولايبومة ومن الحاجات برضو اللي تبقى في التيوبرسكلوروزيس بيقى فيهم في الاسكين اسمها سيبيشم ادينوما سيبيشم ادينوما سيبيشم ما تبقى في الاسكين اسمها ادينوما سيبيشم وبيبقى فيهم في البرين منتا ريتارديشن وايبليبس يبقى دي الايه التيوبرسكلوروزفال ايه الرينا الكريتيريا اما انتكون سيست او يكون انجيوميولايبومة او ممكن تفولوب نيوبلازم رينا سير كارسونوما يبقى دي الرينا ليجن بساعة الاتيوبرسكلوروز فيه بقى المنتال والإبليبسي في البرين وفي الاسكن فيه الأدينوماش باسم وإما المرة اللي جاء باسم لها نتكلم في الـ The Nine Tumors أما نتكلم عن أنجو مايل ويجوما هنعيد كلمتين صغيرين كده على التبارس كروريس مرة تانية وما فيش فيها اكستر رينال سيست الفون هيبل الاندو ده اللي كلمنا عنه المرة اللي فاتت بيبقى فيه رينال سيست في المعام الحالات ونسبة من الحالات بيبقى فيهم رينال سيلكارسنومة ما قلنا المرة اللي فاتت ان هو بيبقى، فاكرين، قلنا انه بقى فيه كيلير سيل وما يبقى فيه رينال سيل، كيلير سيل طيب وانه المشكلته، فنسبة كبيرة من الحالات بيبقى اييه، مالطبول وبايلاتر Père المرة اللي فاتت هم استوçar لك عن سapatين فون هيبل الاندو وهنقول له كتير لي انه بتكرر وموجود بيبقى فيه الجيين له موجود وبيبقى مالطبول وبايلاتر في نسبة من الحالات بيبقى في سيست بس قبل它 نسبة بنسبة في ايه ماذا كل وذي في جنب خمسية في مئة تسانين من فمانه نسبة اقل من ايه اوقنا فيها بن كرياتك ايه. خلصنا لايه. السيست وزكنسر اقول لهم لك بسرعة ثاني الاكوايرد آآ سيستيك كيني ديزيز اللي هو مرتبط بالرينا الفيلير احنا بنطلع نعم ليش انا اي انا بعدت خلص عن آآ اهو ده اللي هو اللي ايه قلنا السيست وزكنسر ثلاث حاجات الاكوايرد سيستيك كيني ديزيز والتيبر سكيلوروزز واللفون هيب اللي انداوه بسرعة لدولة الايه السيست اللي بقى في ايه development of a of cancer آآ هنخش في الموضوع اللي بعد كده اللي هو اللي بيبقى فيه سيستيك كيني ديزيز اللي هو المالت سيستيك ديسبلاستيك كيني آآ اللي بيحصل بقى ويخلي الليجنز يحصل ودي غالباً بديبقى يونلاترال ماتبقاش بايلاترال آآ 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 زمانة ما كنا منكلف الانبرولوجي كنا بنقول ان اياه؟ إن الإوريترا الباد بتيجى من إياه؟ من ميزونيفروس وبتطلع لفوق عشان تقابل الإيميتينيفر الكاب الإوريتينيكب يتيجيك إياه؟ اينيدك إيوريتار والبالبس والكوليكتيني 까lausis والميتانفر الكبو بتدي لك الرينا البارين كما فلو حصل أتريزيا في اليوريتيريك بط ده يحصل مالتسيستيك ديس بلاستيك كيدني قولك ديو دو ديس بلاستيك يوريتيريك بط بتبقى أز أبدون الماس وخلي بالك أن لازم في المالتسيستيك ديس بلاستيك كيدني براغم أن هي يونيلاترال لازم تبص على أي حالة شخص ديس بلاستيك كيدني لازم تبص على الأزر كيدني أن النسبة مش إليه لها تلفين حالات بقى في أزر ليجنز في الكونتر راتر كيدني إما النيو بي جي أو ريفلاكسينج إيه يوريتر قال لك المالتسيستيك ديس بلاستيك كيدني دي فيها ثلاث أنواع نوع هو البريردومنت وهو الموجود في أغلب الحالات ونوعين تانين رير قوي فالنوعين الريردور أنا مش عاوزك تعرفهم قصة ناسية أنا عاوزك تعرف نوع اللي هو البريردومنت اللي هو اليوريتريك بطل mankind وما طالعيتش لا في يوريتر ولا في رينالبيلفس يبقى في إيه أتريزيا في رينا البلفس واليوريتر وفي成مه بيلفو بالفوا مفيش الماث الكبيرة دي ومفيش الأيوريتر ولا بيلففس النوعين الرير قوي اللي هو النوع التاني لايدون فروتك أنه حصل أتريزيا فاليوريتر بس في رينالبيلفس بتلاقي في بلفز ديليتد وشبه اليو بي جي بالزبط بس ده رير ومشتشوفها والنوع التالت برضو اللي هو رير وما بتشوفهوش اللي هو سيجمينتل إن فيه كيدني فيها دوبليكس فيها أبر موتي ولور موتي واحدة منهم حصل فيها ديسبلاص الكيدني والتاني ايه موجود ونورمال مفيش مشكلة يبقى النوع اللي هو الموست كومن اللي أنا عاوزك تعرفه إنك ايه مالتيبل سيست ونوت كومونيكيتنج وما فيش سنترال اريان تعرف في اليو بي جي ما تشوف الأشعة بتاعت بتلاقي هولو كبير كده في النص اللي هو مكان رينا البلفيس ومطالع منه الايه اللي بقيت الكيدني ومتوصلين في بعض يعني متوصلين في بعض فهنفرق الديسبلاص الكيدني من اليو بي جي بايه بالحاجات اللي هو هيقولها لك ده إن غالبا ما فاش فانكشن تاني حاجة مالتيبل نون كومونيكيتنج سيست سيستات كبيرة كده ومش موصن مش موصن ببعض ونو لارج سنترال سيستيك اريا اليو بي جي أنا بلاق فيها ايه اللي هو هو نسودي اللي في النص بتاع الايه بتاع دينا البلفيس فنو لارج سنترال سيستيك اريا عشان افرقها من الايه وليه بقارنها باليو بي جي لأن المال سيستيك ديسبلاص الكيدني ده غالبا موجود في طفل صغير وغالبا بتشارف طفل صغير فلذلك بقارنها بالايه باليو بي جي اه وفي ومست عشان قلت لك ان في نسبة تلاتين من الحالات بيبقى في النساء ايها التانية اما فيها او فيها وده المنزر بتاع الايه وهو سيستات كبيرة ومش متوصلة بايه بعضها وما فيش سنترال اللي هو الهولو بتاع الايه نفس المنزر هنا برضو بيبعد لك نفس الكلام تاني ويقول لك في لارج نون كوممونيكاتين سيست ابسينس اوف كورتكال برينكيما وابسينت حتة المهمة اللي برضو مركز عليه عشان نفرها من اليو بي جي ابسينس اوف سنترال ساينس استراكشن وبرضو مبص على الكونترالاتر عشان نسبة اليو بي جي اللي موجودة في ايه تلاتين في المية من الايه من الحالات اه ده برضو الاشعاعات تانية يدينا ديس بليزيا اه ملتبل اه سيست نون كوممونيكاتينج وابسينس في كورتكال برينكيما وابسينس في سنترال ساينس استراكشن خلصنا كده الرسيستيك ديس بلاصيك هنبدأ نقش في الحاجات اللي هيا الجينيتيك عندنا في الجينيتيك حاجتين الاوتوثومال دوميننت الادي بي كي دي واوتوثومال ريسيسي اي دي وال嗨 السومال دوميننت والاوتوثومال ريسيسي بوليسيستي كيدني ديزيز يعني إيه دوميننت يعني سائب يعني متنحفة في الجينيتيك زمان كنا بالصفات بقولك صفات سائدة وصفات متنحية وكوتوسومال يعني جسدية فيه انت عرف الكروموسومات بتاعتنا في كروموسومات جسدية لكوتوسومال والاتنين التانهم فالجين بتاع البوليسيستي كيدني إذا اوتوسومال دوميننت جين فمعناه جسدي وسائد ممكن يبقى موجود برينيتا ليه وممكن يبقى موجود في الإفدر اللي بتبقى سيست بتتكوى من تبقى صغيرة وبتكبر مع السن وفي نسبة كبيرة من الحالات احنا بنشوف حالات خمسين سنة واربعين سنة وستين سنة بريني الفرقشل بتاعته من نير نورمل واحد ونص اتنين فده الفرق اللي يفرق لك من غالبا ببقى طفله صغير وغالبا الكدني دي بتشهله الطفل وهو صغير فهي فرق لك من اليتسومال دومننت واليتسومال ريسيسيب وبرضو هفكرك باللي أنا قيله من 3-4 دقايق الاكواير سيست كدني ديزيز قلناه في الأشعة ان الاكواير سيست كدني ديزيز اللي هو اسوشييت دويز رينال فيلير وسكرون كدني ديزيز بيبقى في الأشعة شبه بعض بس التاني كدني صغيرة أطروفك عيان بيغسل عيان وبيميدي فولوب كانسر انما هنا ايه نفر ان البوليسيست كدني ده يديفولوب كانسر وبيبقى الكدني هايبر ترفايد وكبيرة وغالبا بتلاقي في ايه في اه 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 اولد ايج بيرس وبيبقى في لنا الفيليار في نوت اولوز مش موجود في أغلب الحالات هايبر تنشن هيوتي اي اس اي اتش اللي هي سبقى لتنينة هيموريج ودي سببها انه بيبقى فيه زي ما فيه في الكدني بيبقى فيه سيست في ايه في السريبرا البلد فيزل اللي تعمل لك سريبرا انوز ممكن يربشر ويدي لك سبقى وده وتسوما المانفستيشن رينال سيست اه بتبدأ صغيرة وبتكبر والكدني بتبقى هايبر ترفايد ممكن بيبقى فيها وممكن يتكون ستونز وبيبقى فيه اكترا رينال سيست الاكتر مكان يعني تلاقي البوليسيست الكدني وتلاقي فيه السيستات برضو في ايه اكتر مكان بيبقى في الليفر اربعان سيستات من الحالات بتلاقي في ايه اكترا رينال سيست بنكرياس واسبرين اقل وزي ما قلت لك السيبرارانوليزم اللي ممكن يعمل الصبق والمعلومة المهمة اللي بتفرقها ما بيه عن الاكترا رينال سيست نو نيفر نيبقى في ايه رينال سيل كارسينوم الاي في بي طبعا ما مش قدي كده الالتراساوند بي لاتر كينيز ايه ممكن يبقى فيه سيست ممكن يبقى فيه والاكترا رينال سيست وcience وده المنظر اللي هو ايه بقولك أن شبه ايه الع unscrewed سيست كينيっزيز يعني تعريبا فيه تشابه كبير ما بين والايه الع outdoor brains طبعا ما حدش يقول ال recessive لأن recessive غالبا ببقى صغر يعني احنا قرنا ده بال seizure في حد كبير في السن اللي هي الهايبروتفاكات كيدني والبوليسيستيك الكيدنيز وده برضو منظر الصنار المالتبوليسيست وبيبقى في نيفروليسيازيس وفي اكسترا رينالسيست وهن ده نهاية الجزء اللي هو المحاضرة هنكمل بإذن الله اللينك التاني وهنقفل بقى ونبدأ في اللينك التاني ان شاء الله